موسيقى 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 ترنيفان اينا بشنا شكرك على خاطر احنا وقت اللي نسقنا برشا محبة وهذا شي يفرح 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 حتى نوالله نحب الناس الكلها ونتواصل مع الناس الكل وفرحني وجودك معايا دونك بشناحكي وعلا أنا حلومة أقبل ماذا بيك نعرف هكا بيجاز نعرف إلي إشراق عندها شهيدة من المدرسة العليا لعلوم تكنولوجيا التصميم بالدندين خدمت مباشرة بعد التخرج لكن للأسف صار أن ديكليك والديكليك هو اللي يهزك اللي أنا حلومة بيجاز فكرة عن شهيدة متاعك وإلى أي مدى ساعدتك في خدمتك في السلسلة هذي أنا قرأت سدجا ومقول لهم هي غرامي يعني أنا متخرجة فيك محظوظة بالحق من الأول ما اللي اخترتها معني اخترتها والحمد لله سكوري وكل شي جيبني لكل هذي اللي كانت غرامي وتوافقت فيها الحمد لله ومن بعد اختصيت في الصورات بسالة إيماج غرافيكي اوديوفيزيويل الزوز كنت نعمل لكن أنا كنت ديما نميل اوديوفيزيويل صوت وصورة يعني وجست ديك عمل البي اف ام تاعي البي اف ام تاعي يشابل أنا حلومة يعني عملت بخوجين تاعي دي بخسناج كارتون وشي هكو باللهجة تونسية وفي ديكار غيال ديجا كانت وكانت كانك حذرت الأرض يعني كاني وقتها أنا مفيش في مخي أما أنا وقتها خدمت بالحاجة اللي تعجبني السيجي وكل خدمت الحاجة ونذكر بخسنجورية وقتها قاتلي أنا بالنسبة لي هذا يتعادف تلز كانت هكو كل ما ديما نحلم بها الجولة هذي خدمت طول بعد تخرج متاعي كما ذكرت اميرا في المؤسسة اللي عملت فيها استاج متاعي في المؤسسة عملت استاج متاعي شادوني اشراق لي قلت انو خليني نستنطع بالصيف قالوا لي لي ابدأ طول امشي ودونك لكن كانت هي تلزة اخبارية دونك صح في دوماني أما مش اللي نحلم به حب السيناريوات والكرياتيفيتي والفازات وكده اخبارية فما كادر بش توصل الرسالة دونك أما كامل تخوى مو وعملت قالت الاكسيدان هذي هو كان ديكليك الديكليك لشن هو بالضبط في حياتك هو كان حب ونحكي وعد ديكليك الكل هو ديكليك في حياتك يتي كاملة كاملة ما نهائنا وقتها شوني بدلت في حيات اشراق يعني انتي بش تحكي ديكليك في حياتك ثم تغيير جذري سعر على نفسيتك على قناعاتك على أسلوب حياتك وعلى مشوارك المهن يزيدا بالضبط بالضبط أولا على حياتي وشخصيتي وكل شي أنا كنت من نوع اللي من خمام شيسر في غدوة أنا نعيش لانستان وطايرة ايهو هنا والآن هذيك هاي هو والآن انتي عيشها طويقة خطر هي بش تخلق الحيات هيا هو الصيح يقول مستقبل لكن وقتها معناها في اللحظة هذيك ميجيش لبالي اللي تنجم درجة متعكار تخير لك حياتك الكل وتخليك مقعدة كاريما وإينا وقتها طائرة طائرة إينا معناها أنا تكلي كي أمي تعملي مثلا محاضرة صغيرة في حاجة مع عين شنوها تحكي شنوها إينا زيدي إينا تاقي نوصل تاقي شنوها تاقي كذلك عملت مثلا أنا قبل كنت كان أنا عندي رأي عجبني ومقتنعة بي ما نسمعكش ياسر لقيت العباد لقيت الدعاء متاع العباد محبة الناس أمي وبابا إيك إيحات هذيك الكل عاونت عاونتني وخليتني نفهم قيمة الساعة الناس هذوم وأكتر حاجة نفهم قيمتها اللي أنا ما كنتش نفهمها جميع الصحة الصحة وقت يقول لك كل الأولويات في الحياة هي الصحة هي الصحة هي الصحة عاش يقول لك تاج على رأس كل إنسان الصحة وإنا وقتها في العمر هذيك قليل بيشتعر في قيمتها صحة حتى عندك برد فوق طنبك الجري والجول ويهد دونك أنا بريمانكي ويهد تاوكي يقول يا عبد ربي يشد لك في صحتك ولا كل أمين أكثر من أي حاجة أخرى خاطر أنت يقول قايا وقتها خدمت وصي دونك أنت وقت هذي دا في بيلك وفي مخيلتك عندك السيناريو متى حلوما أنا حلوما قاعد يدور لا ما لا أدخلي في سلب الموضوع حتى الوقت دا نخلينا أما أسمع قولة كان نشوفوا إكستخي بش نستفهم عشنا وقاعدين نحكيو وبعد ديركتما ونرجعوا كيفية جت الفكرة كيفية خمرت وكيفية ظهرت على العلن في شكل هالأجزاء الثلاثة على اليوتيوب تفاصيل حلوما ولا أنا حلوما ما عليزيك ستخيز ويقتلب الضحك وراجعين أكيد مع أشرق مرحبا في ذيك ليك هالك اللي من المرزي لماذا يهدي تهرب على بنتك في الخطاب يا راجب خطاب ويتشوفيهم الخطاب جكل يستهلك ويتتمم لك فرحتك شو نقزك الشاشة تسمع بركة التليفون هو أكر وأرفرف في الفضاء تيزي بالله يا بلاد فادليك نحكي لبرة تخرج لبرة تسهر وتمشي تحاوز ايه بالطبيعة كيف دعنا أعرس نصهم شباب بتعودني يا دومة رأسه يرعش ما همش تعسويا قارا بالله يا شباب يبهو ايهوش يا هدوت تيش بيهي هذا أحوال عفش اللي هو أنا عجبني البيبين يا ماراهو حتى لو كان فيش كارا مالك برزقه وبذريعه ما خافش على يروحي معاه محقوش حتى هو الرجل أشفل لعطي يحبه عرس ولا يحبه يخذو يا ربي السوز قرنت الراس ولا فيه انا ما نلقى شي ناعز في هالدار هذي كان بنتي حلومة ايه نحيتي كلها عبارة عن كعبة بقليوة في عروسة صاحبيتي وقضية في دارنا ولا فيه سبوك في بيتي وكين صرت حاجة جديدة راني نفرقسي سبحتهم يا عايشوش يا شوما أنا سبحتي عمري مضيعة دي ما في شوني انا حلومة لا خنقر والله خنقر يا شوى يمري مضيعة انا حلومة دونك كما قلت ندخلو طول في انا حلومة دونك انا كيلقيت روحي في فولا كوانسي في البريودة دي كفده بدت نحب نرجع للدنيا اول ما نرجعت للدنيا انا قتلك مغرومة بالسيناريوات اما في مخيلتي برك عمري ما شديد ستيل وورقة واكتب دي ما نبدأ نتخيل مش في بيلي الناس الكل ينجموا يتخيلوا حاجة دي كيكا عندي خولة بنسلم نحييها تفرج عليها توا هي اللي رسمت شخصية انا حلومة وكين تقول لي مش نرمع الاشراء كبيرة يا خيمة انت اكدى مش مسلثة تفرجت فيها نقول لا ليه هنا نحكي لك يا كيكا دونك شجعتني كي قلت لها شقولك نكتب شخصية حلومة هي اينا كوانسي في الدار لظروف معينة هي نعملوها زيدة بعد التخرج ومتاحة وكي ما تقول هي ماشي في بيلي تخلجت واشي يا ذبانة ما فامة في الدنيا كان اينا نهار اثنين ثلاثة نلقى روحي اينا راسي راسة ذبانة حلومة هذية من الفراغ تلقى تروحها تنغنيغ مميتها امها اتستغا دونك تحب تخرج تعمل حاجة جديدة في حياتها شنو زيدة ما فامش خدمة دونك شنو ورحة جديدة هيتها تلقى لانسخ تلقى شركة حياتها تلقى تعالص وبغيت رحلة البحث وفي كل هالرحلة هذية فما تفاصيل وفما حلقات وفما شخصيات اينا نحب نسأل لهنا كيفاش نجحت في هالسلسلة هذية الجزء الأول وجزء الثاني وجزء الثالث فمش استيديو فمش شركة انتاش فمش امكانيات يعني كل بمجهود ذاتي شخصي ورقات نجاح ساحق وحقت نسبة مشاهدة رهيبة على اليوتيوب شو صر نجاح انا حلومة انا نقول اول سل انه حلومة كان السيناريو متاحة واقعي جدا ما فامش واحد واحدة تفرجت على انا حلومة ما قالتش ياخي حاطين كاميرا على حياتي ياخي هاو بابا موجود هاي امي موجودة هاو صاحبتي ما فامش شخصية من الشخصيات مهمش موجودة انا نحب نسألك انا الكلام اللي كتبته بما انك انت كتبت السيناريو يعني انت تقعد في قاعدات وبدأت تسمع في الكلام واي كلام يستفزك وقالا يشد انتباهك ورقة وصيره تكتب كان سمعت امي وبابا يحكي وجابلها تتقول لي امي فضحتني على حكيت الحوت جابلها ساشي الحوت وهي مش ادبارتها نهارتها ومعين هاش عجبتني الديسكور اللي صار بينتها تكتبو بدأ نكتبو هذيك عليش كل واحد يسمع وقالا يتفرش يلقى روحه يلقى تفاصيل حياة العائلة التوسية في انا حلمة في انا حلمة ساعات مثلا فما مشاهد حرفيا اكتبتهم صاروا حرفين فما مشاهد اينا تخيلت اني هيا نقول وهنا اينا ويك اميلا بأكزامبل هكا ونقول مثلا كان لطفة علينا بياسوغ الكل قصة علينا ذا هيت نتخيل اينا شنو ونعمل منها حكاية واقعية زادها لكن من خيالي ونعمل باش نكمل مثلا كل احداث هذيك تطور وتصير حاجة في وقت طيب انتك تحكي تحكي بكل سلاسة وبكل ارياحية لكن انا نعرف مليح مليح شو معانتها اوديو فيزيويل سماعي بصري وشنو معانتها كل دقيقة ش يلزمها مجهود وخدمة انت كل ابيزود فيها 45 و 55 دقيقة من الول السيزون كيفاش كنت تخدمها وبانا جهود وانت وحدك وفهماش هذيك تأنتج وراك وفهماش اونيكيب وراك كيفاش عدمتو هذيكيب بالول السيزون اون كانت قصيرة كانو خمسة دقائق ستة دقائق السيزون اون وقت القاتك كنت نعمل لك الترفة كل مرة حلوما تعمل لك الخيبة الامل لديك يعني كل مرة مع شخص صارت اون ديسبسون وفهمة كلي معناه فهمة درس وراه هذيك فهمة حاجة تتليع منها عبرة ومنبعد في السيزون اونيكيب سيزون اونيكيب انا بالنسبة لي الأفضل خاطر حطيت فيها كل ما املك منطقة وكل وسط الحلقة بين 35 دقيقة الـ 45 دقيقة والحلقة الاخرى ديمت اكثر من ساعة وشوي دونك كان تعب انا وغم على خاطر واحدك خدمت هذا كل شيء الا الرسم خولة بن سلم بن خالت كانت هي اللي ترسم لي وخدمت مجانة ومجانة نزل كلها كلها معنا انا مجانة وهم مجانة ومعنا حتى همشكون مازال يخدم مجانة في زمان هذا حدنا في العائلة حدنا في العائلة وكانوا انجاجي الكل هم دي بروفيل معناها عندهم اخدمهم وحياتهم وكي ما ذكرت يعني مسألت كيف فينا الما كيف كان فاما ريهين كان فاما تحدي كان فاما حكاية سمباتية كدس الكل حطيت في اليد حسيت سينوبسيس قولكم يا جماعة من الول حابوا يسيبورتيوني أنا خطر يعرف حكاية لك سيدان ومبعد كي قراءوا السيناريو الشيخ علي ريت كي ما امير انت يريد الواحد حسيت روحك قطلي حسيت روحي وانا امير في العشرين وما كل حابوا انه هذا عليش لي نخرجوها بوسائل الاعلام المحلية وسائل الاعلام العربية من الان بي سي الغيرها من القنوات حكيت على أنا حلومة وبالتالي أهم ما قيل وأهم ما كتب على صفحات وإلى هالمحامل السمعية البصرية إذا أنا حلومة انه انتاج سمعي بصري بأدوات بسيطة من فتاة تونسية هذا اللي وأكثر ركزوا على على قداش ميون في الانتاج فيه فلوس برشا فيه خدمة برشا فيه طعب كانت خدمة ولي روديو فيزويل وخاصة اللي اميرا فاما ديتاي عبد ما تشيقش بها اكيد في الدومان بأكزامبل ما يفيقوش وقت اللي نعمل حس السبالة هذيك خدمة هذيك وقت اللي تمشي هاي بساقية هذيك خدمة وقت اللي جزت حطت الكيس على التاس هذيك خدمة بكير ما تحكيري التفاصيل حتى نعرف شو معناتها انت باش تأمن نص ساعة وإلا ساعة شوراها كي بتخدم شوراها وقت تحذير واستعداد بهي انت تويكا حققت زوز ملايين على اليوتيوب مشاهدة لأنا حلومة واحنا نعرف تويكا ولا التثقاس بعدد المشاهدات وبالتالي هي مصدر مصادر الدخل تحولت من مجرد مشروع عائلي كمساند الإشراق وفكرة إشراق إلى بيزنس إلى مشروع يدخل الفلوس في ظل هالتسارع الغريب للتكنولوجيا الرقمية وذكاء الاصطناعي وغير وإلا ما زلت باقي تخطف الخطوات واللمسات وتحذر في أنك تدخل لتجربة المهنية يعني على قنترة صحيحة مع المشروع الجديد اللي هو بصدد الإنجاز هذا هو هذا هو هني فهمتك ملا هني فهمتك في تونس باليوتيوب أرجونت بوش معنا لكن فهمت قانون اللعبة يعني إن شاء الله يا ربي نحب وموازلة مواصلة على هذا الطريق أنه نكمل وأنه تلقى ناس تقول لك إدمان من 2016 ما نساوكش اليوم منا هذا والعدد في تزايد أنا نحب لسا اللي هنا أنا حلومة فمشينية أنها تدخل بروديكشون بتاع تلافذ نلقاها كسيدكم نتفرج فيها في رمضان مع يلتي مع صغاري نضحك كما نضحك على اليوتيوب نولي نضحك على قناة قناة ميناء القنوات وإذا ناوية في الثنية هذي مش تمشي شكوني الشخصية اللي تراها كممثلة تنسية تلعب دورينا حلوم أنا عادي اقتراح أنا عادي اقتراح أنا عادي أسكيرها وليك بالنسبة أنا نتمنى أكيد نتمنى في سعيد سعيد مرات لكن ما نجمش نوصل للتلفزة في حد ذاتها دي ما فهمها واسطة وما يوصلنيش في الأخر ما نعرش يعني أنا هكريتني بديت كل شي وحدي ما عنديش أكل خيوت ونعرف كيفش نكلم كذي وشكون نكلم وشكون نمشي وين نمشي وكل ساعات هاو موجودة على الميديا أكيد سمع نتمنى لو كانت ولي ستكون أنت قابلة الفكرة وقابلة وسعية لها وأتمنى شكوية شخصية اللي تراها تمثل أنا حلومة حلومة ما معرفتش نستنى اقتراح بقى مثلا نشوف اللي أم حلومة بأكزامبل نشوفها واجهة الجدومة واجهة الجدومة نشوفت أنا حلومة 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 في الفانتين موجهة تتحول هيا عصال أنا موجهة الجدومة وتعديت معها تحكيت عليها أنا حلومة موجهة الجدومة كل نفعالاتها بكل خيباتها بكل هبليتها حسيتها هذي كهية ونسألك على الحاجة الجديدة اللي قادة تخدم عليها واللي بيش تكون في إطار المهنية والحيرفية وحاجة يتكون يعني بالحق على المسار الصحيح اللي كي تخدم وراها فلوس وراها هذا شرعي يعني واحد كي يخدم يخدم من أجل المال مش مش نخدم أنا على خاطر ينزمني نجرنا دع بيت ونخدم كغاتوية ماء ونصر الليل والهار ووووو وقاية بعد التجربة هذي لكلها نغذره للمسار المهنية صحيح وندخله فلوس من خدمتنا صحيح وإذا أحلى حاجة هو العابد كي يدخل فلوس يا فرح فما بالك يدخل فلوس من حاجة ويحبها 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 والناس تحبها ذونك أتمنى هذا وإن شاء الله قادة نحضر في سيري جديدة بالنسبة لحلومة هم يقولوا حلومة حكاية ما توفاش ذونك لنا عودة أكيد مع حلومة لكن فلتنا فما البروجير لأخو رأتينا هكا نبدأ صغير علي إن شاء الله يا رب البروجير لأخو هو كان تحدي على خطر أنا نقول أنا حلومة على قدمه تحدي أما تقعد ديما أنا وإنتي 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 معناها في الكمفرد زون متاعي يعني أمي وبابا ونلاقي فيها راحتي أكثر هذية بالنسبة لي السيري جديدة تحدي بش نثبت إشراق في السيناريو ويت راهي مع ديش كان حلومة وراهو حتى السيري هذية إن شاء الله تكسر شو اسمها نقول عطينا السبق روحي بسبعة وجوه روحي بسبعة وجوه كما هالناس الكل يديرة بينا صحي روحي مجتهبة على اليوتيوب إن شاء الله وقتش تاريخ الله إنها تنزل على اليوتيوب مشكلتي أميرو عمري من نجم نعطي تاريخ بأنك تاون لخدم وحدي موفاة موفاة نسعى نسعى تكون إن شاء الله في أي ديسمبر موفاة 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 حتى ماكس رمضان الجاي إن شاء الله يا ربي موفقة شكرا لك أشرق مرزوق سلسلة أنا حلومة على المحبة على النجاح على الفكرة المحليها على الرقيف التعامل والتواصل كما تحبني أنا زيدا نحبك مشكورة تواصلت معنا عبر الصفحة أنت بعد هكا ولا وكان الرد وكنت موجودة معنا والهن بالتالي دعوة لكل الناس اللي تفرج مع لي كانت تبعث أرسلية صغيرة على صفحتنا على فيسبوك وتكون موجودة كما إشراق وتحكي على مشروعك بكل فخر نتمنى لك كل النجاح شكرا لسلسلة جديدة مرحبا بيك نوارتنا إن شاء الله مزيد النجاح والتوفيق التطبيقات مع مروان سنين وراجعين مع ذيف جديد مرحبا مرحبا شكرا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيكم في فقرة أفضل التطبيقات على الأنترنت ونحكي اليوم على أفضل محركات البحث الأكاديمي سواء كان للباحثين أو الطلبة أو الأكاديميين للبحث والتحقق من الأبحاث السابقة أو المقالات العلمية والدراسات الأكاديمية المعتمدة لتكون بالتالي أدوات تمكن من توسيع أفاق المعرفة وتحقيق التقدم في المجالين الأكاديمي والعلمي ونلقى في المرتبة الأولى جوجل سكولار وهو مصدر بحث أكاديمي شامل ومجاني وسهل الاستخدام وهو عبارة عن قاعدة بيانات واسعة النطاق حيث تبلغ تقريبا 200 مليون مقالة مفهرسة يعتبر من أفضل مواقع البحث عن المراجع والمصادر من خلال تقديمه لمجموعة واسعة من المؤلفات العلمية والمقالات من المجالات الأكاديمية وأوراق المؤتمرات والأطروحات والكتب والرسائل العلمية يسمح جوجل سكولار لمستخدمه بالبحث عن معلومات حول موضوعا ما والعثور على مواد ذات سيلة لكتابة المراجع الأدبية الخاصة بهم كما يتيح لهم البقاء على اطلاع على الأبحاث الجديدة والمستحدثة في مجالهم وتقييم عملهم كما يتميز جوجل سكولار بتوفير إمكانيات بحث قوية والتنبيهات نوتيفيكاسيون عبر البريد الإلكتروني وتعتبر نتاج موثوق فيها وهو ما يجعل مصدر ذو مصدقية للبحوث والدراسات الأكاديمية ونجد في المرتبة الثانية جيستور وهي عبارة عن مكتبة بحثية عبر الأنترنت توفر لمستخدميها الوصول لأكثر من 12 مليون مجلة أكاديمية وكتب ووثائق وتقدم مقالات لأكثر من ألفين نشر بما في ذلك جميع مجلة الأكاديمية الكبرى وهو ما يجعلها من أفضل محركة البحث العلمي الأكاديمي يستخدمها أساسا الطلبة والباحثون على نتاق واسع نظرا لكونها موثوق فيها وعمق محتواها حيث تحتوي على أكثر من 2500 كتاب إلكتروني كامل النص من أكثر من 60 موضوع وبفضل خيارات البحث المتقدمة يمكن العثور بسهولة تامة على أفضل مصادر المتعلقة بموضوع البحث إذ يعتبر موقع سهل الاستخدام والفهم وبسيط ويحتوي على أدلة ودعم للطلبة لتسهيل أبحاثهم الأكاديمية أما عن المرتبة الثالثة فنجد ريسورج جيت وهي منصة على الأنترنت يقدم فيها العلماء والباحثون أعمالهم ويشاركوا اكتشافاتهم مع بعضهم البعض وهنا الطلبة والباحثين الأكاديميين ينجموا يلقوا أكثر من مليون منشور كالدراسات الأكاديمية ذات الإحصائية الدقيقة اللي تفيدهم في أوراقهم البحثية إذ يعتبر أحد أفضل محركة البحث العلمي الأكاديمي لإيجاد المراجع ويتيح الوصول إلى جل المنشورات بصفة مجانية والتنزيلها كملفات بداية أما فيما يتعلق بالمقالات الخاصة فيمكن قراءة ملخصاتها فهي متاحة وبصفة مجانية أو يمكن للطلب الوصول إلى مؤلفها لمزيد التعمق في محتواها من مميزات هذه المنصة ResearchGate إنها تسهل العثور على مؤلف المقالات البحثية أسفل كل منشور وهو ما يجعلها مصدر موثوق فيه رجعنا لكم مواصلين ونرحبوا بسكندر الهدار مدير سالون دولي لتحول الرقمي والمؤسسات والتكنولوجيا في إفريقيا والشرق الأوسط بيك تيك أهلا وسهلا مرحبا سكندر عسيمة مرحبا بيك الحمد لله نورتنا لك مش نحكيه على السالون في هالحلة جديدة متاعه في دورة لولا وهو يضم تحت العديد من التظاهرات الأخرى الكبرى في دورتها الثامنة والثالثة والثانية نحكيه عليها تباعا ما خلينا نفهم علش تم تنظيم السالون السناء وهو دولي يستقطب أنظار العديد من الدول العظمى في مجال الرقمنة وذكاء الاستناء وعليش اخترتوا أنه تكون هالحلة على النسق والنمط هدايا سناء خطرحنا نأمنوا بالقدرات متاعنا كتوينسا وإحنا معناتنا كأنتربرونير في القطاع الخاص نقول يزمنا البلاد هذه يكون عندها كما في فرنسا كما في السعودية في المغرب في دبي يزمنا يكون عندنا وعندنا حدث وعندنا سالون دولي لموقع تونس اليوم اللي احنا الهدف متاعنا مش أنا باش نتموقع أما تونس بلادنا لأنه بلادنا ديما أنا فيكي كنت ننظم لزيفانمون هدوما أبتتشال في فنادق وفي نزول ديما نحب نقول عليش ما يكونش انترناشنال ديما نمشي لدي سبيكور ونحب نجيب شركات كبرى من أمريكا من أوروبا من الخليج يقولوا لا اليفانمون صغير ما نجموش نجيو شو معنات اليفانمون صغير ما نجموش نجيو شو وشنو اللي خلال اليفانمون في الدورة هدية الأولى بالخصوصية اللي موجودة اللي بش نحكيو عليها يكون كبير ويستقطب أنظار الأمريكان والإنجليز وعيرهم من الدول المنافسة في عالم الرقم هاو كيفاش الجواب سهل وبسيط نهارين في أوتيلي يحضروا لك ألفين شخص ما ينجمش يكون اليفانمون انترناشنال وكتيش يقول اليفانمون عالمي ودولي وقتمشي الاسباس كبير كما احنا في الكرام يعني الفضاء يحدد هوية التظاهرة يحدد أول كريتير وأول حاجة هي الفضاء يعني أنت وقت تحدد الفضاء تحدد نسبة استيعاب واستقبال للناس اللي يجي للتظاهرة لأنك يجي تعطي أوفر مش تعطي معناتها في الاسباس في المساحة وفي الأرضية مش تعطي اسباس كبير مش تعطي العارضين معناتها يكون ثم الطلب العرض العرض يكون أكبر معناتها أكثر عدد شركات فأنا كي نمشي للسالون نلقى عدد أكبر من شركات اللي نجم نخلق معهم فرص ونجم نتعامل معهم في البزنس إسكندر على ذكر العرض والطلب والعارضين يكونوا موجودين على هامش السالون اللي قريتوا هكا من قبل بعض الزختيكل اللي موجودين أنه تقريبا بلغة الأرقام نلقى 300 عرض 300 محاضر من العالم أجمع ووفود مثل 30 دولة وغيرها من الأرقام بلغة الأرقام عالمية ودولية هاليفنمان والسالون هذية أحكي لنا أكثر تفاصيل البلدان اللي بشكون موجودة الوفود اللي بشتمثلها الاختصاص فماشي دي ووركشوب على هامش السالون هالحركية اللي بش نلقاها في السالون دولي هي حركية كبيرة برشة لأنه أول مرة نحن في قصر المعارض بالكرم لمدة أربع أيام 26 29 جوان وندخلوا على السيد متاعنا www.beektech.africa لأنه هنا كل شيء موثق نلقاول اللي يستمتع ليس بيكور متاعنا احنا عنا تقريبا على ليس بيكور قلت عليهم الكل مئة متدخل ومتحدث من القارات الخمس من أمريكا أفريقيا أوروبا آسيا بش يجيوا بش نحكيوا باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية على مواضيع مهمة جدا اللي هي خاصة موضوع الذكاء الاصطناعي تحولات الرقمية الجذرية في الرقمنة وقطاع الرقمنة في ظل التطور الكبير والمهول للذكاء الاصطناعي هذا هو تقريبا الشعار متاع سلام هو موضوع مهم جدا جدا لأنه احنا مع جمعية تهييس اللي هما معناتها فريق عمل كامل الخدمة معنا بش خلقنا هالمحتوى لأنه نزيد نجاوبك على السؤال ولين يراه المحتوى هو اللي يجيب الزائرين العرض والمحتوى دونك احنا خدمنا على المحتوى ذا كيفاش اليوم الذكاء الاصطناعي احنا لو كانت ذكروا اللي زاني كاترفان وكاترفان ديسكي بدأت بدأت الانترنت احنا ما فهمناش معنا وقتا نتفرج في فرنس دو الانترنت وقتا ما زلنا صغار ما نعرفوش ريد طوى العشر سنوات القادمة كل ذكاء اصطناعي اللي طوى احنا نشوفوها بتدري حاجة يمكن سعيبة بور سيرتان ولا ما هوش فهمها ستون او بورتونيتي بشي فهمها ما يزمو يعرف العشر سنوات الكاملة ذكاء الاصطناعي مش يمس المؤسس مش يمس اقتصاد دول ومش يمس حتى المواطن انا وانتي كشخص وكفر في تفاصيل حياتنا اليومية حينها من خلال ذيوف ومن خلال أي من السليمان اللي كان موجود معنا وعنده ربريك قر على ذكاء الاصطناعي لنحب نسل حاجة اسكندر نعرف اللي على همش السلون فم تظاهرات رقمية كبرى وهذا اللي قلناه في بداية الأطلالة فم تيونيزيا ديجيتول في دورته الثامنة وفم الأفريك أب في دورته الثالثة وفم الدوب فار في دورته الثالثة عليش هالتقاطع الكوازمون بين كل هالتظاهرات وكل الاختصاصات في السلون استقطابا لنظرة الأجنبي وأهمية هالتظاهرة التونسية المحلية نحن نحب نظهره لتونس راهو كبيرة وتونس عندها قدرة كبيرة برشا وعندها طاقة تستوعب احنا تونس ديما يقولنا سوق صغيرة في الاستهلاك ايه احنا سوق صغيرة في الاستهلاك اما سوق كبيرة في الانتاج التكنولوجيا سوق كبيرة في الكفاءات تونس ستين سندر ديكسيلانس احنا نحبه ان پوزيشون تونس اللي هي تنجم تكون اهب بيش يمشيوا الافريقيا اي المستثمرين احنا عنا مستثمرين جايين بيش تعملوا فورماشيون في الانتليجنس ارتيفيسيال الاول مرة بيش تصير لثلاثمائة انشاب وهذا مهم برشا به الهناس كانت ثلاثمائة انشاب اللي بيش يجيوا وعندهم الوپورتونيتي والفرصة بيش ياخذوا هالورشات مجانا في اطار فعالية السالون من 26-29 جوان بقصر معرض بالكرم ينجموا يسجلوا ما زال عندهم وقت على الموقع اخر اخر اجل هو عشرين هو اخر عشرين شهر هذية ينجموا يسجلوا ينجموا يسجلوا اللي هو وعمارهم وعمارهم معنىش حتى عمر هو يكون انجينيور يكون ديفلوبر يكون عامل حاجة في الانتليجنس ارتيفيسيال وقالا التكنولوجي وقالا انجينيور يدخل على السيتم تاعنا ويلقى المعلومات الكل وينجم يسجل وينجم يكون بين المشاركين وهذه حاجة مهمة مهمة يسر لانه في الكريير متاعك يعمل الفورماسيون مع انفيديا معتها وينتعتيوها شهيدا بعد ياخو فوتشر اللي هو سيرتيفيكات اللي يحطوه في الدوسيديو ونقول لك على كذلك مع البرتونير بتاعنا بشنجيبوا ديروكريتور معتها شركات نقابلوهم بالليجون فما فرص شغل زيدا فما فرص شغل هذي كالش هو ريتو القطاع الديجيتال والتكنولوجي متكامل حتى الجيمينغ التوى بربيعنا ذكر الجيمينغ على خاطر الهنا شفت انه فما حاجة مهمة برشا زيدا بشنلقا والجيمينغ إكسبو وإلى الإكسبيرت شامبيونشيب في دور تولوله وهو فرصة الهنا لمحبي ألعاب الفيديو على هامش السالون يعني فين اي اختصاص ميهني القطاع الكل كل واحد شلق ظلمتاع وفتال بشنستوع الناس الكل لذلك عليش قول سي عكوازم لما الناس الكل احنا خاطر الساسو كلهم اليوم ما نجموش نحكيه على التكنولوجيا ما غير نحكيه على الجيمينغ هذه منظومة ومجمعات كبيرة من الجن وراوسي بروفيسيونيل وفهم برشا استثمار فيها يلزمنا زيدا نظهر رويحنا لإحنا راوسي متاع الجيمينغ حاجة اخرى مهمة اليوم عنا شامبيونه بيش يصير في الجيمينغ ومش نعمل برشا ديزانيماسيون خاطر التكنولوجيا راه متمسش كان قطاع التكنولوجيا فقط ترانسفيرسال معتها الصناعة الصحة السياحة الخدمات الفينانس اليوم القطاعات الكلها يزمت وليوم المصنعين ورؤساء الشركات واللي هما في الإدارات الكل اللي أنا ندعوهم بيش يخرجوا من المؤسسات متاحهم ويجيوا البيك تيك دون دو سمين عليش بيش نبسطوا دا مقراتة الانتليجنس ارتفاسيال والتكنولوجيا ما يزمناش نخافوا من التكنولوجيا لأن التكنولوجيا راه يتسمى الكريد ديز اوپورتونيتي يتخلق فرص راه مهيش مناس يقول لك ليه مش نحيو العديد من المتية وفرص التشغيل ايه يمكن ان يختفوا العديد اما لكن مش يتخلقوا العديد الاخرى هده كاليش احنا اليوم اقول راه من خفز تكنولوجيا الصعبة للذكال الاستناعي الهنا اسكندر ماذا بيكن تعاود توضح لدغاس ميل وإلى العنوان اللي عليه الشباب اللي يتفرجوا القاو المعلومة ثامنة انه فما شركات امريكية كبرى تجي تقدم ورشات في الذكال الاستناعي وفما زادوا مشغلين من العالم اجمع ينجموا يعملوا دي عكو وينتدبوا شباب تونسي في قطاع الرقمنة كيفاش يتواصلوا معاكم هالمشاركة مجانا ولا لا خدر هذا مهم جدا للناس اللي تحقت بنا كل المعطيات بخصوص المشاركة في فعالية السالون انا نحب نكون واضح ومباشر المشاركة مجانية مجانية راهو دي ما يسألون بقديش لا يلزم بركة نعملوا تسجيل نسجلوا على السيتم بتاعنا www.bigtech.africa وندخلوا على الريزوس متاعنا ندلقوا كل شيء والتسجيل مجاني وتدخلوا رشاة الكل راهو تم سبع قاعات يخدموا أممتهم من العشرة متاع الصباح للسبعة متاع العشية ومعنتها 11 ميل تاني الكلهم وهذا كله حاجة مهمة برشا بيش نعملوا بوكو دوفورمسيون بيش نكونوا وبيش نعملوا زيد عقد شراكات لأن المؤسسات الناشئة تشارك في ليفير معنا تقريبا 50 مؤسسة ناشئة وبالنسبة المؤسسات الدولة والوزارات الدولة بيش كونت موجودة وتلتحق بالرقب رقب الرقب الرقم نواء التحولات الرقمية في ذلك ذكالة السلاح احنا نخدم قطاع خاص وما ننقطعش على القطاع العام هنا في تواصل ما بعضكم فما تواصل والتواصل بشيجية حتى أقوى في الأيامات القادمة وإحنا كقطاع خاص نبدأه معنا الدولة تعاون وإنا تموحي تموحي على أربع خمس سنين أنا نقول هلك كقطاع خاص وقطاع عام يجب أن نخدم مدد في اليد لأنه دي بروجيك كما هكا في المغرب نعم ومش قطاع الخاص خدمه قطاع الخاص والقطاع العام هنا الدعوة أبي كعليش سألتك لا في رئيس الحكومة الحقيقة حتى نمن أنه قطاع خاص قطاع عام خاصة مع الذكاء الاصطناعي ورقمنة هالمؤسسات الإدارية والترتيب الإدارية ما يصير كان من خلال هالسالونات وهالورشات وهالناس اللي بيش يجي وتعطي ورشات تعطي معلومات وتسهل المعلومة للناس الكل نعم مش نخدم من غير دولة احنا ما كتعرف حتى الستارتاب اليوم ماذا بينا الوزارات معنات الإدوكاسيون والانسانيومان والصحة والفلاحة الكل مبعضنا لأنه اليوم اليد في اليد واليوم عنا وزارة الخارجية معنا وزارة السياحة لأنه احنا يجيون من المطار نعطيه نستقبله بالجدد خاطر اليوم في جواه معنا التقص سخون يجيوا العباد يخدموا يتعرفوا على الاسقصاد ومن السياحة للموقع تونس شكرا لك سكاندر هادار مدير سالون دول اللي تحاول الرقم من مؤسسات والتكنولوجيا في إفريقيا وشرق الأوسط بيك تيك على كل التوضيحات مزيد نجاح شاء الله لها التظاهر الكبرى الدولية من 26-29 جوان بقصر المعارض بالكرم كيما قال لكم فرصة ممتازة جدا لكل الشباب اللي تحق بنا والإخذاء المعلومة كونوا في الموعد ادخلوا على سيت متاع البيك تيك قيدوا اتمتعوا تكون موجودة ضمن فعاليات السالون شكرا لك سيد الكريم مرة أخرى نتعودين ونشوف مبعضنا ومدها مع مروين سنين وراجعين مرحبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كونوا البصد tent جعني الكومسين المشوار أسمى تامرني مرحبا بيك نائبة رئيس رئيسة منظمة هيك ايسك نائبة رئيس lynقومي ترجم البروجيه سنحكيوا على المشروع هذان بيك هوانا 5.0 أما أنتم تمثلوا منظمة ISAC معي زيدة راية عبد الحفيظ رئيس منظمة ISAC رئيس منظمة لرنة تنظيم تاهافانا 5.0 ما لعنش بعثتونا على إساس ISAC ISAC هي الأorganизation هي الأorganизation التي تبعتها أما نحن نتحدث عن المشروع البيئي هذي حاجة في إطار حاجة في إطار حاجة نحن نتحدث عن المشروع البيئي هفانا 5.0 اللي يخدم أهداف التنمية المستدامة الموضوع من قبل الأمم المتحدة نبدأ معك أسما رجعت لك تقدمنا هالمشروع البيئي هفانا 5.0 اللي ينطلق نهار 24 جوان ويمتد على مدار 6 أسابيع متواصلة وفي عدة مناطق بإجاز فكر عن هوية هالمشروع خصوصية هالمشروع شنو بش تقوموا فيه بالضبط ما هي المناطق اللي بش تدخلوا فيها ومن هم الشركاء كاب بلديات بش تكون فاعلة معاكم في إطار هالمشروع البيئي وحنا محوجنا المثل على التظاهرات اليوم في تونس هفانا 5.0 هو بروجة انفيرومنتال يخدم على أدف التنمية المستدامة من الموضوع 13 و15 اللي هما Life on Land الحقيقة على الأرض وكليمات أكشن اللي هي الأكسيون على الشعنجمات كليماتيك وكليماتيك هفانا 5 بلديات مستدامة وكليماتيك الأكسيون على الأصداء هم عمل تطوعي وشارك فيه 5 بلدان من العالم أجمع وشكون هم البلدان موجودة معاكم في إطار هالعمل أو هالحملة التطوعية وفي إطار المشروع البيئي هو اللي کنفرميته هو فما مغرب ودزير وطركيا بشجوا تا طرقا في اطار شاركة في اطار أيسك كمنادب كمنادب دولية اللي هي تخدم على الشعن في دي بروژي كيمهكه هفانه هو واحد من البرژي اللي تخدم عليهم أيسك كو سواء بولانتر ولا بروفشيوني هذه هو واحد من البرژي تا طرقا في دي بارد قدنا بشجوا في بشي اخدموا الاشتراك في الانفرانمان كي ما بش يزرعوا أشجار كسوات في بلايس ببليك وإلا بش نعمل حملة نظافة في تونس الكبرى en general ما بش نكون موجودين في الزهرة رادس ميجرين البلديات الحقين ومتفعلين معنا إيجابية ثم من تنسيق وشاركة مع البلديات المعنية بالأمر وموافقة على المبدأ وصخرت ربما كل الأدوات والإمكانيات اللازمة لكم أي فالزهرة سيبون ديجا كن في المي معاهم معتونا لزوتوريزيون إساسيغ رادس ميجرين مزلنا في البروسس أما كنوا متفعلين معنا إيجابية ورحبوا بينا أو صخرونا برشة حاجات معنى كسوات تدامت ريال معنى بش نجمونا خدونا بحاملية النظافة نتعادة رأي ونكمل معك رأي البلديات موجودة وموافقة بدات التحذيرات البلدين الوافدة التونس في إطار هالمشروع البيئي زادة بدأوا يحضروا في رواحهم وبش يجيوا بش يستقبلوهم أحسن استقبل في إطار كما قلنا منظمة لايساك اللي هي دولية وموجودة في تونس من عام 1962 يظهر لي دونك أنا مدى بينا هنا نسأل على حاجة بمشي شركاء أخرين فاعلين في إطار هالمشروع البيئي بش يكونوا موجودين بش يمدوا ديهم بالأدوات بالإمكانيات بالظروف الملائمة لكل المتطوعين في إطار حاملة النظافة هذه عنا البرتنار متاعنا الوفيسي اللي هو إيديوكيشن فرست عندهم بروجي اسموه لوزيل ويخدمو علي حتى هو بروجي انفيرونمتال إيديوكيشن فرست هي تخدم مع الإيشانج متاع للإيديوكيشن في الكادر متاع الإيديوكيشن معناها معناها توفر ديزبورتونيتي متاع إيديوكيشن للإيديوكيشن هيدوما موجودة في أكثر من 52 ديسيناس دونك هذي أول كلابوراتي معهم مع إيسيك تونس خطر الخدمة وقبل مع إيسيك في الجلوبال معناها بش يعانون في برشة حاجات معنا في برشة ديولي في البروجي هذي كسو سوى دي ماتيريال كسو سوى أدوات التنضيش يعني إي إضافة إلى الدعم والأدوات اللي بش قدمها البلديات المعنية بالأمر اللي هي دخلت معكم في شراكة هذا هو؟ أوكي؟ معناها بش توفرنا الماتيريال النسيسير اللي احنا نستحقوه معناها في الإيزاكشن بتاعنا وأي دعم آخر معناها حتى مع الپارتسيبان بتاعنا وكل شاي بيه؟ بيه أسمال هنا بالنسبة لپارتسيبان وإلا المتطوعين في إطار هالحملات تم تحديد المتطوعين ما أنهم جايين من خمسة بلدان من عالم أجمع في إطار الشراكة مع إيزاك وإلا ليه مازلتوا تجمو وتستقبلوا ربما بعض المتطوعين التوينسة اللي حبوا يميدوا إيديهم وينطفوا تونس في مختلف الأحياء اللي بش تدخلوا فيها كان أي كيفاش يتواصلوا معكم؟ هو أكيد الپارتسيبان تانيسيبان كونفيرما يتعديوا في بروسس معناها ويعديوا انترفيو قبل ما يجيوا كلن اللي بخوفين اللي بش يجيوا بالحق عبادة تحب تخدم عبادة نتطوع انترفيو؟ بيانسور بالحق تعملوا انكاستين كنت تختاروا ناسا؟ مش كاستين كما انترفيو ماذا تدير انترفيو؟ معناها لازم الپارسوناليتين متاعوا يكون بالحق عباد موتيفيتت بش يجي معنا موتيفيتت بش يكون معناتها بش يعمل أمباكت صحيح معناتها مش كون اللي بش يقوم بعملية التقييم أسماء؟ موتيفتت بشيك معنا يعني ما تقبلوش اي انسان يجي هكا يحب يشارك فهم ناس منطقات حسب خصوصيات ومقاييس ما انه مش مثلو تونس قدام وفود عربية جامل عالم أجمع صح؟ هو الانترفيو اللي بش يتعدى تعدى اللي بش يجيوا من البر اما اكيد العباد اللي يش يجي معناتها اللي في تونس معناها يكو سواء بش يجيوا ديران البروجي اللي هو ستا جمعات من 24 جوان حتىش للخمسة اوت وإلا نجم يجيوا جست معناها في النهارات اللي هو ما ديسبوني بالفيهم هذا اللي كنت جزلك يعني انا كمتوعة نجم نكون على ذمة هالمشروع البيئي على مدار الستة اسابيع وإلا فقط وقت اللي عندي عشوية عندي سوية عندي سوية تينهار حد نهار سبت نكلمك وإلا نكلم المنظمة المعنية بالأمر اللي هي ايساك وقولكم انا اليوم ما ديسبوني بالمدابية كان نعاون المددية في اتارها الحملة البيئية كيف يجتم العملية؟ هو اكيد نجم يتواصلوا معنا على انستغرام بتعنا هافانا بروجيك 5.0 والعننا جروب فيسبوك هافانا بروجيك وليفين مال بيش يتلانس سوخ فيسبوك مع ادوكيشن فرست في المدد جية غاديك بش نبرتجيوا معناها الأجندة ويمش نكونوا بالضبط في الوقت في الأوقات الفلانية هذيك بيسوخ نجم حسب الديسبونيبليتين بتاعك إيسا في تعمر معناها فورموليغ على فيسبوك ونكلموك ونقول لك سلوخ ديسبونيبليتين بتاعك وقتش نجم تجي وكل اكيد معناها بش تحضر معنا هي الحاجة انتريسانة في الموضوع اللي بش يحضر معنا جمعة كاملة معناها على فما وركشو؟ فما سيرتفيكات الفارسفات في بروجيه ومعناها على حملات النظافة وزرعات الأشياء حسب البيعاء بإخر كلمة لك رأي ماذا بي بي إيجاز فكرة عن الإيساك الموجودة في تونس والتي هي منظمة عريقة دولية موجودة في العالم أجمع بي إيجاز إنتهى الوقت إيساك هي أورغانسيان انترنشنال تغتمع على الشنجة متعاليستيديان في الكادر متعاليستاج كو سواء ولنتر وإلا بخوفيشنال موجودة في برشة بولدين في العالم منهم تونس في تونس موجودة من عام 62 موجودة في حتيشن بلاسة في تونس وتخدم صداعا للولاي إيفن مانسيال دكار شكرا لك أسما تمرني وشكرا لك رأي عبد الحفيظ أعطيتونا كل التفاصيل الخاصة بمشروع البيئي هافانا 5.0 اللي يخدم أهداف التنمية المستدامة الموضوعية من قبل الأمم المتحدة واللي من خلال مش تستقبله هو فود جاية من خمسة بلدين شقيقة ويمتد العمل على مدار ستة أسابيع متواصلة في عدة مناطق منها الزهرة رادس برجة السدرية مزيد التوفيق لكم كشباب تونس ومرحبا بكم في كل وقت في ديكليك نورتونا مرحبا عايشك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ما قنقر نانسي 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 قنقر